بس ايه اللي بيحصل يا عم يوسف بقولك ايه هو احنا مش كلنا فرحنا بالبريكس مش احنا في يناير عشان كله بيقولك بريكس كده تطبق في يناير هو انت فاكر ان البريكس دي بتعدي كده يعني يعني انت عايز تقول ان البريكس اتعدي على الامريكان عادي مش هيزعلوا ولا يتقمسوا ولا يدبدبوا في الارض ولا يتخنقوا معنا من تحت الترابيزة يعني هو الامريكان مش قاعدين بيرازوا فينا او الاقتصاد الغربي في بعضه مش هقولك في كله ولا في اغلبه فبعضه مش هيرازي فينا عشان اتفاق البريكس انت عارف يعني ايه مصر تخش البريكس عارف يعني ايه الغربي يرى انه مصر دخلت البريكس هو انت متصور انه هيشوفك دخلت البريكس هيروح مسقف وينحني لك احتراما وهيبوسك من هنا ومن هنا هيحط لك نجمة على قرطك لا هيشتغل عليك وهيدرب فيك وبيحصل وبيطلعوا تقارير مغلوطة يعني انت عايز تقول لي مثلا انه مودز عشان فيه حتى بعض الزملاء احيانا يقعوا في مثل هذه الافخاخ مودز خفضت التصنيف بتاعها وبقينا نظرة سلبية وبقينا وقلق واه واحدة واحدة بس طب ما ترجع للتحليل بتاع العقود الاجلة جنيه قدام دولار يعني لو انا سلبي لو انا سلبي في العقود الاجلة بتاعتي قصيرة المدى تحديدا والخبر مش بتاعنا احنا ده الخبر من رويترز هم اللي نشروه ونقلته عنهم المواقع والصحف المصرية ومستعدة طلعهولك دلوقتي على الهوى السعر بتاع الدولار قدام الجنيه في العقود الاجلة قصيرة الامد نزل من 47 ل40 اقرالك والله العظيم لأقرالك معلش انا عايز زميلي يستحملوني بس عشان بجد يعني ايه ماينفعش يا جماعة ماينفعش ايه اللي بيحصل استنى فيهن البتاع ده ايوه لا مش ده استنى فين الجروب بتاعنا بتاع الاعداد يا يوسف يا يوسف يا امير الامرة لا يا ده انا رجل طيب وامير ونلبس النظارة بقى ايه بتاع اتعم دهب بس عشان انترنت جوه الستوديو بقى ضعي حابتين ارجع وقولك انه اه يا فندم انا في العقود الاجلة بتاعتي السعر بتاع الدولار قدام الجنيه انخفض من 47 ل40 طب اذا كان هذا الامر ازاي مدس بتخفض التصنيف بتاعي وتقول نظرة سلبية ما انا مش فاهم وازاي احنا نتلقف ده ونتعامل معاه على انه امر واقع وان هذا يعني انه اقتصادنا وانه مش عارف ايه وبتاعتي لم اتعامل الا بمنتهى المهنية والموضوعية الا في مرات قليلة جدا وهذه المرات الحقيقة انا استطيع ان انا اقول انا غلطان سيبنا من المرات دي ايه لكن وانا مش كنت لسه بقولك على الحكومة الاسبوع اللي فات واللي قبله وامش عارف ايه لكن عايز تقولي ان الحكومة في مجمل سياساتها الاقتصادية كانت مخطئة خلال العشر سنين ولا الست سنين ولا السنتين اللي فاتوا لا في مجمل سياساتها لا طب في اغلب سياساتها لا في خمسين في المية من سياساتها برضو لا بعض السياسات بعض القرارات بعض الاتجاهات بعض والبعض القليل لو عايز الحق يعني والحق كل الحق البعض القليل طب هل هذا البعض القليل له تأثير طبعا مقدر شنكر لكن هتيجي تقولي كل سياساتنا غلط احنا لازم تغير كل ده انسف حمامك القديم زي الاعلان بتاع الزمان ده وحنا صغيرين سوش هقدر اقولي الاعلان ايه عشان لسا المركة دي موجودة في الأسواء لحد دلوقتي حاجة نوستالجي ف التصنيف الاقتماني بتاع مودز انا لا ارى انه تصنيفا عادلا ولا نزيها على الاطلاق لانه لما انا اشوف التقييم بتاع العقود الاجلة جنيه قصد دولار سعر الجنيه بيعلق قدام الدولار فينخفض السعر من 47 ل40 ما ينفعش مودز تقول انه النظرة سلبية ولا حاجة ثم الحاجة اللي بعدها هو انا تخلفت عن سداد اي التزام علي كدولة ما حصلش لو بيسموك عند بيقولك عمل default ما حصلش طب سلبي على اساس الايه يعني ايه هو المعيار والاساس اللي اتبنى عليه ان انا سلبي سلبي ازاي سعر الجنيه بتاعي برا بيتزبط في العقود الاجلة قصيرة المدى مش حتى المتوسطة ولا البعيدة يبقى ازاي سلبي ازاي يعني تقولي ان ده تقرير نزيل عايز تقولي انه الغرب بشكل عام بيتفرج علي وانا بمضي بريكس وانا بمضي ما بيني انا والسعودية اتفاق في نهاية عام عشرين ثلاثة وعشرين اذا كنت تتذكر جيدا يعني عاوز تتفرج علي وانا بابني محطات طاقة نووية مع موسكو عاوزوا يتفرج علي وانا بعمل اتفاقات كبرى ويمكن كان اخيرها في الرابع الاخير من سنة عشرين ثلاثة وعشرين في الاتفاق مع الصينيين واستثمارات في الاقتصاد الاخضر والطاقة الخضراء وعملنا ازون اتفاقات لو انا فاكر الرقم مظبوط يعني انه لنسا جاي على البالي دلوقتي ازون اربعتاشر او خمستاشر مليار دولار تقريبا حجم هذه الاتفاقات انت عايز اقتصاديات غربية تتفرج علي وتسقف او تتفرج علي وفي اقل الاحوال تقف صامتة لا احنا مفيش حد يوقف صامت ولا حاجة انت عايزهم يتفرجوا علي وانا واقف وش الصهاينة واقف وش عواصم صنع القرار في العالم من اللحظة الاولى مناصر لقضية المركزية ولا قضية شعب عربي الاوها والشعب في الفلسطين وهيتفرجوا هيحبوني يعني ازاي لا احنا لازم كلنا نبقى فيقين قوي يعني انا راجل في حياتي لا التفت للتفاهات ولا ارد على السفهاء بجد يعني لكن انا شغلتي ان انا نور حضرتك دور وراي انا بقولك اهو دور على التقرير اللي عبو الله العظيم عايز يفت اهو بص اهو 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 الشبكة صعبة هنا جدا مبنى العظيم خرصانة ايه عظم اهو بص اهو بص ايش عايز يفتح خرصانة رهيبة فمنع الشبكة وانا مش دخل على الواي فاي بتاع الستوديو فحالتي صعبة اوي فاة اشتركوا في القناة